في الحديدة أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مصادرة وإطلاف أراضٍ زراعية من قبل ميليشيا الحوث الإرهابية وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائمي بنيويورك للناتق الرسمي ستيفان دوغاري وقال دوغاري إن الأمم المتحدة في اليمن تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة وإطلاف أراضٍ وحقولٍ تابعةٍ للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة وأضاف أن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين واعتقالاتٍ وتهجيرٍ قصري بين سكان هذه القرى مقلقةٌ للغاية ونتخذ خطواتٍ للتحقق من هذه التقارير المزعجة وكانت الميليشيا قد اختحمت يوم الاثنين الماضي بقوةٍ عسكرية قرى منطقة القصر الساحلية التابعة لمديرية بيت الفقيه وقامت بتجريف الأراضي وتهجير بعض السكان من منازلهم تحت تهديد السلاح نعود إلى محور مصادرة أهالي قبائل الزرانيق ومعنا الصحفي مصعب عفيف سيد عفيف أهلاً وسهلاً بك إذن نهبٌ للأراضي اختطافات ما الذي يحدث مع أهالي قبائل الزرانيق في الحديدة؟ نعم هناك حملة أمنية وعسكرية مدججة بمسلحين الشوفيين وأطقم وعربات عسكرية تجتاح عدد من القرى في الحقيقة في تابعة لمديرية بيت الفقيه الهدف من هذه الحملة هو تأميم بعض الأراضي المواطنين والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الجماعة تستند الجماعة في هذا التحرك الكثير من القاموا بالتمهيد لهذه الحملة في الحقيقة عملية تسويق وتحديد ووضع علامات قبل أشهر على هذه الأراضي وأثيرت هذه القضية داخل برلمان الشوفيين أيضا وشكلت لجنة من أعضاء البرلمان المتبقين الذين لا زالوا تحت سيطرة الشوفي في الحديدة واللجنة التي قامت بالنظر في هذه القضية أيضا رفعت تقريرا يؤكد أن الشوفيين عبر هيئة الأراضي قاموا بتحديد والسيطرة على أراضي المواطنين أي أن داخل الجماعة أيضا هناك رفض لهذه التحركات أيضا أنا أقصد هنا بعض القيادات التابعة أو الخاضعة لجماعة الحوثي بسبب وجودها في مناطق سيطرتها رفضوا هذه التحركات لكن هذه الجماعة الآن تسر على مصادرة هذه الأراضي وتستخدم القوة بقوة السلاح وقوة سيطرتها على المنطقة هناك أكثر من سبعين معتقل من هذه القرى أيضا سقط ضحايا مصابين بالرصاص الحي وأيضا هناك قتلى لكن بحكم هذه المنطقة القاضية على سيطرة الحوثي هناك تعتيم إعلامي وصعوبة في الوصول للمعلومة لكن ما يريدنا اليوم أو ما يريدنا اليوم أن ما زالت هذه الحملة مستمرة رغم هذا رغم الموقف الرافض هناك مواقف كثيرة كان آخر موقف الأمين العالم المتحدة في الليلة الماضية أكد أيضا عبر عن قلق من هذه الحملة الأمنية للحوثيين في مراتك الحديدة سيد عفيف ما هي المبررات التي تسوقها الميليشيا في انتهاكاتها لأراضي قانونيا تعتبر ملكا لأهاليها نعم الحوثي كما قلت لك يستند إلى إرث تاريخي ويقول أن بعض هذه الأراضي هي أملاك لبيت حميد الدين ونحن نتحدث عن حتى انتهت بقيام ثورة سبتمبر على النظام الملكي في فترة من الفترات في فترة الإمام أحمد بن حميد الدين أصدر هذا الإمام الظالم قرارا بتحويل بعض أراضي محافظة الحديدة إلى ملك خاص به وبمملكته لكن جاءت ثورة سبتمبر وقبائل الزرانيق وأسقطوا هذه الأحكام الجائرة التي هي كانت بداية تجهين لمرحلة مصادرة أراضي الحديدة وفي الحقيقة انتقلنا إلى النظام الجمهوري لكن ضلت هذه العمليات الممنهجة بحق أراضي أبناء تهمة أيضا عبر نافذين وقبائل وشيوخ وانتقلت هذه العمليات الممنهجة أيضا إلى الحوثيين اليوم هم يكررون ذات السيناريو يحاولون السيطرة على هذه الأراضي مستغلين ضعف الناس عدم قدرتهم على المقاومة لا يمتلكون سلاح أيضا انسحاب القوات المشتركة أثر من تلك المناطق أثر بشكل كبير فتح الباب أمام الحوثيين للتقدم ووضحت أسورة السيطرة على أراضي المواطنين نعم كلها شكر لك صحفي مصعب عفيف شكرا لك